اهلا بكم اعزائي طلبة جريت سري في درس جديد على قناة نهاردة ان شاء الله هناخد بتاعه التالي درس بتاعنا النهاردة سهل وجميل وهنتعرف فيه ازاي نعمل بعض الرسومات الرسومات دي هتوضح لنا المعلومات والبيانات اللي احنا بناخدها وهنتعرف في الدرس التاعنا النهاردة على كلمتين مهمين جدا اول كلمة اللي هي البار جراف والكلمة التانية اسمها يعني بعد ما نخلص الدرس ده لازم نكون عارفين يعني ايه كلمة بار جراف ويعني ايه كلمة طيب اول حاجة عندي ايه هو البار جراف البار جراف ده جراف يعني شكل بنرسمه بنرسم في القولمز الطويلة دي وبنسميها البارز عشان نعبر عن اتالي الكلمة التانية المهمة عندنا كلمة اللي سكيل يعني ايه كلمة سكيل العبار عن النور زات شو زيونت سيوز desemrome جراف يعني النور زي اللي شايفينها دي اسمها اللي سكيل يبقى الشكل دا كله اسمه البار جراف والنور زي اللي عندي دي اسمها طيب الشكل اللي قدامي ده عباره عن ايه انا عندي مجموعة من الطلاب سألناهم سؤال قلنا لهم ايه هي الفيفوريت فروت اللي انتو بتحبوها وقلنا لهم عندكم عندكم الجريبز عندكم المانجوز عندكم البناناز والستروبرز وكل واحد فيهم قال رأيه وبعد كده جمعنا كل القراء بتاعتهم وعملنا اول كولوم للقبل وجمعنا كل اللي بيحبوا القبل لقناهم كام لقناهم تان يعني البار بتاع الابلز ده وصل لحد فين وصل لحد التان يبقى معنى كده ان فيه عند بيحبوا الايه بيحبوا طيب بالنسبة لالجريبز عملنا ايه جبنا كل اللي بيحبوا الجريبز وعدناهم لقناهم كام لقناهم سيكس فروحنا رسمين بار البر ده اخره عند مين عند السيكس هنا كده يعني اخره عند السيكس طيب بالنسبة للمانجوز لقنا المانجوز بيحبوها سيكس كتير لما جنا نعدهم لقناهم سيفنتين رسمنا بار طويل التوب بتاعه لما نيجي نمشي كده نلاقيه هنا عند مين عند السيفنتين طيب بالنسبة لالباناناز لقنا ان فيه عندنا فورتين سيكسس بيحبوا البانانا وبالتالي نعمل ايه هنرسم بار الطوب بتاعه لحد مين لحد الفورتين طيب بالستروبرز باردك بيحبوها طلاب كتير كام واحد بيحب بالستروبرز نبص هنا كده على السكيل نلاقي ايه نلاقي سكستين يبقى ان الرسمة دي لما تجيلك انا عايزك تعرف ان النمبرز دي اسمها السكيل في حاجه كمان اللايين ده الي احنا بنكتب عليه الحاجات بتاعتنا بنسميه الهريزونتل اكسس واللايين ده الي بنعمل عليه السكيل بنسميه الهريزونتل اكسس يبقى السكيل بيتحط على الفورتكال اكسس والحاجات الي احنا بنتكلم عنها بنحطاها على الهريزونتل اكسس طيب نيجي نشوف كده اتشك يوزة بريفيز بار جراف توانسر ايتش ويتش يعني استعمل الرسمة اللي انت شايفها فوق دي وجابوا بعد القرص دي هنا بيقول لنا ايه بيسألني بيقول لي which kind of fruit has the fewest votes fewest يعني اقل votes يعني اختيار يعني ايه هي الفاكهة اللي اختروها اقل لعدد من ال students نجي نبص هنا هنلاقي ايه عنك تروح على ايه عنك على طول تروح على البار الصغير مين هنا البار الصغير اللي في الرسمة البار الصغيرة هو جايب كام جايب سيكس معنى كده ان البار ده هو اقل vote يبقى اقل بار عندي في اللينس بتاعه اللي هو طوله صغير ده هو ده اقل لنوع fruit اللي اللي students اختروهم يبقى which kind of fruit has the fewest votes اللي هو الايه اللي هو الجريبس طيب ايه تاني which kind of fruit has 17 votes يعني ايه هي الفاكهة اللي اختروها 17 students نطلع فوق ونشوف مين هو البار اللي واصل لحد السيبنتين بصوا كده يعنيكم هتلاقي ان البار ده اهو واصل ما بين السيكستين والايه والاتين عند السيبنتين مين اسمه ايه بقى البار اسمه المانجوز يبقى هنا هو قد ايه وهنا اسمه يبقى نكتب المانجوز تعالوا حبيبي نشوف الاجتفت دي اللي هي البراكتس يقول ان الستيودنت ده يعني ايه سيرفي يعني قعد يسأل الستيودنت او زميله يعني ايه هو اللون اللي انتو بتحبوه وراح عمل ايه راح سجل كل المعلومات اللي هو واخدها في حاجة اسمها الايه البار جراف هو تعلم ازاي يرسم البار جراف فراح قايل انا حرسم السيرفي بالبار جراف عشان اسهل على نفسي طيب تعالوا نشوف هو عمل ايه كده ونبص على البار جراف طيب هل البار جراف ده زي اللي احنا كنا واخدينه من شوية هو بالزبط بس عكسنا خلينا الاسكيل على الهريزونتال اكسز وخلينا الحاجات بتاعتنا اللي احنا بناخد المعلومات عنها على الورتيكال اكسز ده بنسميه ايه ده بقى ده بنسميه الهريزونتال بار جراف يعني الجراف بنسميه على حسب الاسكيل لو اللي سكيل موجود كده حنسميه الورتيكال بار جراف ولو اللي سكيل موجود هنا حنسميه الهريزونتال بار جراف طيب هنا بنكتب ايه بنكتب الكالرز ليه لان انا بشوف الكالرز كم واحد بيختارهم وهنا عندي اللي سكيل اللي هيوضح لي كل كالر كم واحد ايه كم واحد اختاره تعالوا نشوف مع بعضينا اللي على الجزء ده بيقول لي ايه هو الكالر يعني الاكثر مين الكالر اللي اكتر اختاروه يعني اختاروه نجي نبص هنا على مين يعنيك على طول تروح تبص على اكبر بار مين اكبر بار ماشي البلو ماشي كتير يعني ايه ماشي كتير يعني كده في استيودنس كتير اختاروه طب انا عايز اعرف هم قد ايه اعرف منين اعرف من اللي سكيل اروح الاقي ده البار واقف فين واقف هنا نبص على السكيل نلاقي الخط ده نمشي وراه نلاقيه وصل لحد مين لحد الفورتي يبقى احنا كده تأكدنا ان البلو ده اكتر كالر اللي ستودنس اختاروه يبقى لما يقول لي هاتش كالر هاتش مستفوت نقول ايه نقول البلو طيب نيجي لكويتشن اللي بعد كده يقول لي هاتش كالر دد توينتي ستودنس فوت فور يعني مين هو الكالر اللي اختاروه توينتي ستودنس يبقى انت عندك معلومة دلوقت يبقى انا هعمل ايه هروح اشوف على السكيل التوينتي واروح اشوف مين البار مواصل لحد التوينتي ابصب عيني على ايه من على ايه Minister الجرين هو اللي واصل لحد الايه لحد التوينتي طب الاورنج janji يعني ايه يعني كم عدد اللي هم اختاروا رد زان جرين يعني كم واحد اختار الرد زيادة عن الجرين رد زان جرين يعني ايه يعني كم واحد ما بين الرد والجرين يبقى احنا لازم نشوف الرد اد ايه ونشوف الجرين اد ايه ونعمل لهم يبقى ده الايه ده الفرق في اللي اختاروهم طيب الرد عندي انا عايز اعرف هو كام اعمل ايه نروح على البار بتاع الرد البار بتاع الرد واقف لحد فين واقف لحد هنا يبقى معنا كده انزل واشوف على السكيل النمبر كام النمبر سيرتي يبقى الرد اللي اختاروهم سيرتي طب والجرين الجرين انا عارف من شوية ان هم كانوا كام كانوا تونتي يبقى لما نيجي نجاوب ونقول مين هم الزيادة اللي اختاروا الرد عن الجرين نقول ايه نقول كده سيرتي مينوس التوينتي اللي اختار معنا كام زيرو مينوس زيرو يبقى كده سيري مينوس تو يبقى يبقى الاجابة بتاعتي عبارة عن تين ستودينس نيجي اللي بعد كده يقول تشالينج تشالينج يعني عايزينك تفكر بيسألني ويقولي من البار جراف اللي احنا شايفينه ده كم واحد اختار اليلو نعمل ايه نروح هنا كده ونبص على البار اللي شكله يلو نلاقي واقف فين نلاقي واقف هنا كده طب انا عايز اعرف هم قد ايه نعمل ايه ننزل تحت كده ونشوف هنا عبارة عن ايه لما نيجي نبص هنا اللي هنا هو مش كاتب لي ننبر هنا فيه تين وهنا فيه كام ففتين هي جايلي في النص بالزبط طب في النص ممكن يبقى كام ممكن يبقى تويلف او ممكن يبقى كام او ممكن يبقى سيرتين لو انت شايفها هتلع قدام شوية بقربة من الففتين يبقى حنختار الايه هنختار السيرتين يبقى هنا هنقول سيرتين استيودنتز يلا بينا نشوف جزئية تانية اللي هي التالي ماركس اللي هي زي التايتل بتاع الليسون تالي ماركس طب يعني ايه كلمة تالي ماركس تالي معناها عصاية صغيرة او حتة خشبة صغيرة طب ماركس يعني ايه ماركس يعني عالمات يعني احنا هنعمل هنا ايه هنعمل علامة باستخدام العصاية الصغيرة طب دي هتفيدنا في ايه تعالوا نشوف هتفيدنا في ايه في عندنا هنا اتنين اصحاب بيلعبوا مع بعضهم بالايه بالكوين اللي هو الجينيب بتاعنا بيلعبوا لعبة الايه الهيد والتيل اللي هي الملك او الكتابة ده باسم وده ايه وده ماروان باسم توزد اكوين يعني ايه توزد توزد يعني رمال فوق رمال كوين تين تايمز عشر مرات طيب ماروان ده هيعمل ايه ماروان قاعد بيسجل طب بيسجل ازاي بيبص بعينه لو لقى الكوين نزل على الهيد اللي هو الملك يقوم حطت ايه يحط شرطة ولما باسم يتوزد الكوين مرة كمان لو نزل التيل يعمل شرطة ايه للتيل يبقى هو هيحدف الكوين لفوق ويسجل الحاجة اللي ايه اللي هيشوفها لقى هيد يعمل شرطة لقى تيل يعمل شرطة طيب ايه التالي اللي بالعرض دي ايه العصاية اللي بالعرض دي لو عملنا فور لما اجي احط الفايف لازم اعمل ايه اقفل كده يبقى انا عيني اول ما تشوف الحتة دي بتعرف ان دول فايف مع بعضيهم والتالي مارك بتفيدني ان انا اعد بسرعة تعالوا نشوف كده اكسرسيز ونشوف هنعمله ازاي هنا بيقول لي ايه توس اكاونتر توينتي فايف تايمز يوز اتالي مارك هيد او تيل يعني دي انت ممكن يعني دي احنا ممكن نعملها دلوقتي نعمل ايه تجيب كده كوين وترفعه الفوق ونشوف هينزل ايه لنفرج مثلا ان هو نزل معك هيد تعمل ايه تعمل شرطة كده طيب عملنا مرة كمان طلع هيد نعمل شرط عملنا مرة كمان طلع هيد نعمل شرط عملنا بعد كده طلع تيل نعمل شرط على التيل ومرة كمان تلع تيل نعمل شرط طيب عكية جيهد نعمل شرط وتيل نعمل شرط طب لو جيهد هنا بقى بنعملش الشرطة كده لا نعمل كده عشان الفيف ستالي التالي رقم فايف لازم تيجي كده ايه بالعرض وده اكسرسيز جرب تعمله وتسجل الايه الى علامات بتاعتك وبعد ما تسجلهم تشوف يقولك هنا سيركل وات هاز مور مين اللي هيطلع معك اكتر الهيد ولا التيل اللي هيطلع اكتر تعلم عليه سيركل وتشوف هاو مين مور هيد اور تيل بعد ما هتخلصهم تشوف الديفرنس ما بينهم يلا مع بعضين نشوف البركس الجميل ده اكسرسيز سهل قوي يقول لي ايه هير ار سام ازر تيلز يعني عندنا بعض العلامات اللي على شكل ايه اللي على شكل العصاية الصغيرة السؤال بتاعنا بيقول لنا ايه كونت هاو ميني هيدز هاو ميني تيلز and هاو ميني نقول يعني نعد الهيد قد ايه ونعد التيل قد ايه ونشوف كلهم قد ايه الهيد والتيل مع بعض هاو ميني نعد الهيد فيها one two three يبقى الهيد فيها ايه فيها three طيب بالنسبة للتيلز مش عايزكم تقولوا one two three four and five لأول ما شوف ديه على طول اقول five على طول مرة واحدة اقول five يبقى انا عيني اول ما تيجي هنا نقول five بعد five six seven and eight يبقى هنا في كام هنا في eight الهيد عملتها ازاي ما عدناش دول دول كلهم اول ما شوفهم اقول five على طول يبقى five six seven and eight يبقى هنا بيسألني how many heads ابص بعيني على three how many tails eight how many in all يعني eight plus three اللي هي كام اللي هي 11 طيب نيجي نشوف هنا الهيد في عندك الايه التاليس bundle bundle يعني ايه يعني الحزمة يعني الفايف تاليس دول متربطين مع بعض يبقى لما شوف دي كده يبقى على طول five هنا five وهنا five يبقى ten ومع انا واحدة يبقى eleven يبقى الهيدز هنا في قد ايه في eleven طيب والتيلز هنا كام واحدة one two three and four يبقى هنا في four نجاوب بقى questions how many heads ابص هنا لقي eleven how many tails عندي four how many in all يعني eleven بلاس الفور اللي هي كام اللي هي ففتين طيب نيجي نشوف بعد كده حاجات سهلة جدا وجميلة بيقول لي هنا شو زا تاليس فور اتش تشارت يعني حيدينا عددهم واحنا نرسم الايه نرسم التاليس يقول لي هنا شو سيفن هيدز يبقى عند الهيدز نرسم سيفن تاليس ازاي كده one two three four الفايف هنجيبها ازاي انا عارف ان انتم شاطرين واخدين بالكم هنعملها كده الفيف ستالي نجيبها بالعرض طيب كده فايف يبقى كام يبقى one and two عشان يبقى فايف وتو السيفن اللي هو عايزه طيب بالنسبة للتالز هو عايز كام تالز عايزين نعمل سيرتين يبقى نعمل كده ادي one two three four ها الفيف ستال نجيبها ازاي نجيبها كده ولا نخليها باندل نعملهم باندل كده يعني نعملهم حزمة نقفلهم على بعض يبقى دول كلهم five tails مقفلين على بعض طيب احنا كده عملنا five نعمل كمان five كده يبقى احنا عملنا ten فاضل لي قد ايه عشان نعمل سيرتين فاضل لي سري يبقى نعمل كده one two three يبقى احنا لما نيجي نشوف بعنينا الكلام ده ونعدهم نقول كده five plus five يبقى ten eleven twelve سيرتين طيب هنا بيسألني بقى how many in all كلهم كام يبقى سيرتين بلاس مين بلاس السيفن اللي هي كام اللي هي تونتي طيب نيجي نشوف هنا بيقول لنا show twelve heads يعني عند الهدز اللي يعمل twelve نعملهم ازاي كده one two three four تمام يبقى نعملها كده one two three four تمام كده يبقى احنا عملنا ten يبقى فاضل لي قد ايه عشان نوصل لل twelve فاضل لي two tails يبقى هعمل عصايتين one and two طيب نيجي هنا بيقول لي show eighteen tails ال eighteen عبارة عن ايه عبارة عن five plus five plus five plus three يبقى نعمل من المجموعة دي three groups one two three four five 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 كده احنا عملنا كام كده احنا عملنا fifteen thales فاضل لي قد ايه عشان نوصل لل eighteen فاضل لي three نعملهم كده one two and three حاجات سهلة جدا زب انتو شايفين كل اللي يهمني تعرفوه ان انت البندل دي عبارة عن five والواحدة من دي one طيب نيجي نشوف بعد كده بيسألنا سؤال بيقول لنا if you choose a coin ten times يعني لو رمينا الجنيه عشر مرات ten times could it land on head ten times هل هو كود يعني ممكن ممكن يجي على الهد ten times يعني ممكن اعمل الكوين ten times ويطلعوا لي ten times head ممكن هو ممكن yes يعني الاجابة yes ممكن بس بس هيبقى صعب جدا لان ممكن نيجي head وممكن نيجي tail عشان نيجوا العشر مرات او ten times كلهم يجوا head ده هيبقى صعب قوي يعني ممكن نقول yes but it is very difficult وهنا بيسألني why or why not يعني why احنا قولنا yes قولنا yes لان بالفعل ممكن يطلعوا ten times يطلعوا كلهم head طيب لو انا اخترت no هو بيقول لي why not ليه احنا جاوبنا no لو قولنا ان ما ينفعش ليه لان احنا بعنينا كل ما بنعمل فعلا الكوين مرة يطلع كده ومرة يطلع ايه كده يعني الانصر بتاعتي ممكن تكون yes وممكن تكون no طيب لو مع بعضنا الحبابي نشوف جزء تاني ونتعلم اكتر ازاي التالي ماركس بتفيدني ان انا انظم البيانات طيب انا عندي مراوان عمل ايه عمل survey يعني اخد اراء زميله وعايز يعرف مين فيهم بيحب المورننج مين بيحب الايفننج مين بيحب الافترنون مين بيحب اللانشتايم وراح سائل كل زميله وبعد اما سألهم وكل واحد قال اجابته راح عمل ايه عشان ينظم الاجابات وعشان يعرف كام واحد اختار المورننج وكم واحد اختار اللانشتايم وكم واحد اختار الافترنون راح عمل التابل الجميل ده اللي احنا عايزين نتعلم زيه عشان لما نحب ننظم البيانات بتاعتنا نعملها بالطريقة دي هو عمل ايه عمل تايتل للتابل كتب كده وراح كتب التايم اوف الدي في قولم كتب المورننج اللانشتايم الافترنون وعمل التالي اللي هي العصاية اللي هيحطها لما يلاقي اختيار من نفس الايه من نفس النوع وعمل النمبر اللي هو التالي بقى هيكتب قدامها النمبر بتاعتنا لما نيجي نشوف المورننج هنا في ايه وان تو سري فور يعني هنلاقي فور ستيودلس اختاروا المورننج ادي كده وان ادي كده تو ودي عندنا انازر وان اند انازر وان يبقى الوان تو سري فور دول ايه احنا عملنا لهم فور تاليس كده طيب لو انا عايز اعرف الافترنون كم واحد اختاره نروح هنا نعدهم ولا اروح بعيني على طول على الافترنون اروح بعيني على طول على التابل الاقي قدامه ايه ايه التاليس وهو كمان مراوان كتب لي ايه كتب لي ايه عشان يسهل علي انه نعرف النتيجة بتاعة السيرفي اللي هو عمله او جمع البيانات اللي هو ايه اللي هو عمله طيب تعالوا نشوف مع بعضين كده اكسرساز جميل بيقول لي هنا كمبليت زتالي تابل عايزين نكمله زين انسر طيب اكمله ازاي اكمله يعني كل تالي اكتب قدامها النمبر بتاعها طب التابل دا عنوانه ايه بيقول لي انيمالز انزا فارم يعني في عندي مجموعة حيوانات موجودة في المزرعة طب مين هم الانيمالز اللي عندي عندي الهورس عندي الكاو عندي البافلو عندي الدونكي طب لو عايز اعرف في عندي كم هورس في الفارم اروح ابص على التالي الاقي كم وان تو يبقى عندي تو هورسز نكتب بقى النمبر بتاعهم يبقى النمبر ايه النمبر دو طيب لو انا عايز اعرف عندي كم كاوز في المزرعة اعمل ايه ابص عندي على التاليز طيب هتروح تعدي دول ولا ما نعدهمش لا احنا شطار احنا عارفنا من الشكل ده على طول يعني طيب بالنسبة للبافلو عندي كم واحد كل دول كده بفايف هنا سيكس سيفن ايتي يبقى عندي ايت طيب الدونكيز عندي كم دونكي نعد وان تو سري يبقى عندي ايه يبقى عندي سري يبقى احنا كده كملنا التالي ايه التالي تابول اللي هو التابل بتاع العلامات اللي بيسهل عليا ان انا انظم البيانات بتاعتي طيب نجعونا عادة على طول نروح نشوف هنا المبيون فايف يبقى هنا فايف طيب كم عيوم عمامة يبقى عندي كثير من هو الانيمال اللي فيه منه كثير نبص على النامبر قدام البفم يبقى جاو بقول ايه؟ قدام البفم Which animal has the least number؟ مين الانيمال الموجود منه قليل قوي نبص هنا نلاقي اقل حاجة two قدام مين؟ قدام الهورس يبقى نكتب الهورس How many animals are there in the farm? يعني الانيمال زو كلهم قد ايه اللي في الفارب؟ نجي نعمل كاونتنج العندي هنا two, five, eight, three يبقى هنعمل ايه؟ هنقول two plus five plus eight plus three two plus five يديني seven seven plus eight يديني fifteen fifteen plus three يديني eighteen طب فيه طريقة تانية نعملها بيها؟ انا اعرف ان two على طول مع eight يديني ten والfive والثري يديني eight وبعد ذلك اقول ten plus eight اللي هي ايه؟ تعالوا نشوف another practice exercise بيقول لي هنا هاني made this list of the shirt colors his friends wear wearing يعني هاني عمل table وكتب فيه كل colors بتاعة الشيرت اللي لابسينها اصدقاءه هنا بيقول لنا بقى make a tally table then answer ادي الجدول اللي عمله مين؟ اللي عمله هاني لما نيجي نعمل tally table عشان لما بص على الحاجات دي اقدر افهمها بسرعة بنعمل ايه؟ اولا نشوف the colors اللي عندي عندي blue وعندي red وعندي green نكتبهم هنا نكتب blue وred وgreen طيب بعد كده هنعمل ايه؟ نروح نشوف blue كم واحد عندي blue؟ امشي بعيني على التبل ده انا شايف هنا blue اعمل عليها شرطة طيب انا خدتها واروح اعمل هنا ايه؟ تالي كده اعمل شرطة كده ايه اللي حصل؟ انا باعد دلوقتي البلوز في منهم قد ايه؟ اللي اخده اعلم عليه عشان ما اخدهش تاني امشي بعيني هنا red الاقي انظر blue او اعمل عليها شرطة واخد الايه؟ واعمل هنا شرطة كده نمشي تاني هنا green 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 الاقي another one blue يبقى نيجي على blue نعمل عليها شرطة واعمل كده ايه؟ شرطة كمان هنا red في هنا blue كمان نشطب عليها وناخد هنا ايه؟ another one هنا في عندي another one blue نشطب عليها هنا نعمل ايه؟ هل اعمل كده شرطة ولا اخدهم لا نعملهم كده نقفلهم طيب red نشطب عليها نعمل شرطة كده red red blue نشطب عليها نعمل شرطة كده هنا blue 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 يعني three مع بعض ادي one two three نعمل هنا one two هنا نقفلهم عشان نعمل يبقى هنا كلهم كام كام عندي blue يبقى انا عندي تاني نيجي نبص على red red عندي هنا شايف هنا one اعمل كده اخد شرط امشي بعيني ايه واحدة كمان احط شرط امشي بعيني ايه واحدة كمان احط شرط هنا كمان واحدة هاي؟ احط كمان تلي واللي بعديها دي كده نقفل بقى هنا نعملهم كده five وعندي واحدة كمان اهي؟ وعندي اخر رد يبقى كلهم كام؟ دور كلهم ب five ومعانا two يبقى seven نيجي نبص على green نعدهم بقى ادي عندي one two three خلص نكتبهم مع بعض كده one two three يبقى هم كده كام؟ three بعد ما بنعملهم بنبص على number انا عندي هنا ten و seven و three عندما نحطهم مع بعض كلهم يبقى twenty طيب يلا نعدهم كلهم one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve seventeen fourteen انا كده فعلا ما نسيتش حاجة خلص نيجي نشوف بقى questions بتاعتنا بيقول لي how many children were wearing blue shirts اعمل ايه؟ اروح ابص على تابل اللي انا جبت الاقيهم كام؟ الاقيهم ten يبقى كده ten and children طيب بعد كده بيقول لي what was the color of the most shirt يعني ايه هو اللون؟ فبيسألني على اللون what was the color of the most المست يعني الاكتر اللي فيه تشيرتس كتيرة نبص بيعنينا نلاقي اكبر number كام تن قدام any color قدام البلو لما نجاوب نكتب البلو بعد كده بيسألني يقول لي list the shirt color data from the least to the greatest list يعني ايه؟ يعني اكتب هم لي بالترتيب طب الترتيب اللي هو عايزه بيقول لي ايه؟ بيقول لي from the least يعني من الاقل to the greatest للاكبر طيب مين الاقل عندي؟ اقل حاجة عندي مين؟ اقل حاجة green يبقى نكتب green مين اللي بعد كده؟ اللي بعد كده seven اللي هي ال red ومين اللي بعد كده؟ بعد كده البلو حاجات سهلة يا اولاد مفيش فيها مشاكل خالص طيب يلا مع بعضينا نعمل الاكسرسيز ده بيقول لي color all the stars عايزين نلون كل النجوم color sun red sun green sun blue make a tally table to count the stars يعني دي هنلون الستارز ديت وبعد اما تلونهم تحطهم في ايه؟ في tally table يعني انا هعمل دي كده blue ودي كده blue ودي blue blue وهاعمل دول كده green وهاعمل دول كلهم البقين red عشان فيه ناس بتحب ال red كتير ويلا مع بعضينا بقى نعمل التالي table star color اللي عندي مين؟ عندي red عندي green عندي blue طيب تعالوا نشوف ال red انا عملت كم واحدة red انا عملت one two three four five six seven eight nine ten عملنا كم؟ عملنا ten طيب نكتبهم بالتاليز ازاي؟ يبقى one two three four كده five six seven eight nine ten يبقى عملنا five و five تدينا كم؟ تدينا ten طيب بالنسبة لل green one two three four and five يبقى هم كم؟ هم five لما اجي عملهم بالتاليز بالشورط او العصيان الصغيرة نعملها ازاي؟ one two three four and five نيجي نشوف البلو one two three four five six seven eight nine ten يبقى هنا one two three four five six seven eight nine ten ونكتب تاني انا يهمني جدا تبقى عارف ان البندل او وعليهم واحدة بالعرض كده دول five طيب مع بعضينا حبايبي نشوف another learning point هنتعلم هنا ازاي ناخد ال data بتاعتنا او البيانات من ال bar graph ونكتبها في التالي تابل طيب هنا عندي البنت الامورة دي عملت ايه؟ talk a survey يعني عملت بيانات يعني سألت زمالها كده بعض الاسئلة وبعد كده جمعت الايه البيانات دي في الايه في ال bar graph ده to find out عشان تعرف how many children write the bus to school عايزة تعرف كام واحدة بين اصدقائها بيروحوا المدرسة بالايه بالبص وبعد كده رسمت الايه؟ التشارت ده تعالوا كده نحاول نفهم التشارت هنا مكتوب هنا ايه؟ ال grade يبقى معنى كده ان ال one وال two وال three وال four وال five بتعبر عن يعني ال one ده ده grade one ال students اللي في grade one طب و two students اللي في grade two و three دول كده في grade three طب grade four كل دول اللي في grade four و five كل دول اللي في grade ايه؟ five زم ما تعلمنا في اللي اسم اللي فات ده اسمه ال bar graph وده اسمه طب اللي سكل ده بيعبر عن ايه؟ زي ما احنا شايفين كده number of children طيب نيجي نشوف هنا بقى هنعمل ايه؟ التالي تابل عنوانه do you write a bus to school؟ يعني انت بتروح بالبص نشوف grade one كام واحد؟ نبص هنا نلاقيهم كام؟ ولاقيهم تين؟ يبقى جي هنا اعمل ten thales طيب بالنسبة لجريد two نبص بيعني هنا كام واحد؟ هنا سكستين يبقى نعمل سكستين thales كده five و five و five و one يبقى سكستين طب نيجي هنا جريد سري جاية لحد فين؟ جاية هنا كده نمشي كده جاية between 14 و 16 بعد 14 15 يبقى نيجي نبص هنا في نلاقيهم فعلا 15 five و five و five طب نيجي نشوف how many children in grade four؟ right the bus to school؟ نيجي نبص على نلاقيهم كام؟ twenty يبقى الانسر is twenty طيب نعمل تشيك بسيط كده اول حاجة بيقول لي count the thales عايزين نعدي التاليس ديت write the total و نكتب total طب عنوان التابل ايه؟ التابل لما ديجي نبص عليه اسمه favorite sports يعني ايه اللعبة اللي انت بتحبه؟ هنا مكتوب السبورتس نكتبه تي عندي الباسكتبول football swimming والتنس نبص هنا دايما تقرأ العنوان دايما تقرأ التابل عبارة عن ايه؟ هنا بيقول لي number of students يعني هنا في عندي one two three four ايه الفور دول؟ الفور دول اللي بيحبوا الباسكتبول يبقى هم كام؟ نكتب four طيب الفوتبول اجي هنا ما نعدهمش انا شايفهم bundle يعني شايفهم حزمة مع بعض او متجمعين طبعما متجمعين يبقى نقول five على طول five six seven eight طيب اللي swimming في عندي مجموعة تبقى five six على طول طيب التنس one two يبقى three طيب لو احنا عايزين نعمل المجموعة دي بال bar graph هنعمل ايه؟ هنكتب دايما دول على ال x axis اللي هي البيانات بتاعتنا اللي هي ال sports اول bar نخليه الباسكتبول ثاني bar نخليه الفوتبول ثالث bar اللي swimming وبعد كده التنس طبع انا عندي الباسكتبول فيها كام واحد فيها four يبقى نيجي هنا نلون ايه؟ نلون لحد دما نوصل للfour طيب بعد كده الفوتبول فيها ايه؟ يبقى حنيجي لحد ال eight ان هو كده هو ونلون ايه؟ ونلون كل دول بعد كده عندي ايه؟ عندي ال swimming فيه كام واحد فيه six يبقى اوصل لحد ال six اطلع به لحد هنا كده علشان ال six عندي هنا كده لحد هنا ونلونهم كده اخر حاجة عندي التنس فيه عندي كام واحد بيحب التنس فيه عندي three لو عايز اعملهم بال bar graph اجي عندي three ونعلم ايه؟ ونلون دول بس كده يبقى احنا هنا عارفنا ازاي نعبر عن البيانات اللي عندنا بال talis table او bar graph تعالوا مع بعضين هنشوف انظر survey هنا بيقول لي this is a survey يعني ده عبارة عن تجنيع ل data او لبيانات about our favorite season يعني ايه هي السيزون اللي احنا بنحبه ايه هي السيزون اللي عندنا عند السمر عند ال winter عند الفول عند الايه؟ عند ال spring بيقول لي make a tally table هنعمل جدول في الشرط بتاعتنا and then use it to make a bar graph يعني في الاول هنعمل تالي table وبعد اما نعمل التالي table ونجمحهم نعمل ال bar a ال bar graph يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي اول حاجة نعمل table ونكتب العنوان بتاعه our favorite season وبعد كده نكتب السيزون اللي عندنا winter spring summer الفول ونروح نشوف الاختيارات اللي زمائي اللي في القلاس اختروها اول حاجة عندي الايه؟ summer نمشي نشوف summer اعمل علامة كده على summer واروح على summer اعمل ايه؟ اعمل شرطة كده نمشي بيعنينا بقى نجمع كل summer هنا winter summer اعمل شرطة كده واعمل علامة كده نمشي بيعنينا another one نعمل كده وبعد كده another one نعمل كده summer تانية هيه؟ هنا بقى نقفل ايه؟ نقفلها باندل كده نجمعهم نمشي بيعنينا كمان ادي واحدة كمان اهي؟ وهنا واحدة كمان ودي another one يبقى انا كده خلصت كل الايه؟ كل السمر نيجي بقى ناخد ال winter الاقي هنا winter اعلم هنا واخد شرطة هنا امشي بعيني الاقي winter كمان اهي؟ اخد شرط كمان واحدة امشي بعيني الاقي واحدة كمان نمشي بيعني مين؟ خلاص مفيش تاني يبقى هما كده ايه؟ زي ما هما كان يبقى دول كده ايه؟ دول كده فور ودول كده كام؟ دول كده ايت طيب نيجي بعد كده ناخد مين؟ ناخد ال spring ال spring عندي نمشي بيعنينا ادي واحدة هي وادي واحدة كمان يبقى انا عندي هنا two نعمل كده ايه؟ نعمل two ناخد مين بعد كده؟ فضلي الفول نعدهم بقى كل اللي بقي نعده ادي one two three four five and six يبقى نعمل هنا كام six one two three four كده five and a and six طب هما كلهم ادي ايه؟ eight two ten والfour والsix يبقى تان يبقى كلهم 20 نروح نبص هنا ونعدهم كلهم عشان نتأكد ان احنا مش ناسين حاجة one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve seventeen fifteen 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 seventeen 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 twenty يبقى احنا فعلا كل دول سجلناهم في التاليز ايه؟ في التالي ستيبل بعد اما عملنا التالي ستيبل بيبقى سهلة علي ان انا نعمل البارجراف طب هنعمل البارجراف ازاي؟ بنكتب العنوان بتاعه العنوان الفيفوريت سيزون يعني ايه هي الفصول اللي احنا بنحبها؟ طيب بنكتب ايه على الاكس اكسز؟ الاكس اكسز تحت؟ بنكتب عليه الدياتا اللي انا عايز اتكلم عنها اللي هي الوينتر والسبرينج والسمر والفول طيب السكيل بنكتب ايه على السكيل؟ بنكتب النمبر ان هم دول اللي اختاروا الفصول اللي بيحبوها طيب اول حاجة عندي الوينتر فيه كام واحد؟ فيه عندي فور يبقى نعمل هنا فور هدي وان تو سري فور طيب انا عملت البار لحد مين؟ لحد الفور وبعد كده عندي الاسبرينج فيه كام؟ فيه تو امشي بيه لحد ايه؟ لحد التو نطلع لحد هنا كده وبعد كده عندي السمر فيه ايت يبقى حاجة لحد الات كده واعمل كل دول كده ايه الونه وبعد كده عندي الفور فيه سيكس بقى اجي لحد السيكس كده ونلون ايه؟ ونلون المجموعات يبقى احنا كده البيانات اللي عندنا عملناها في التالي ستيبل وبعد كده عملنا لها ايه؟ بار جراف طيب بنسأل نفسنا بقى نيجي نجاوب على بعض الاسئلة يقول لي يعني مين هو السيزن اللي اكتر ناس بتحبه؟ نروح كده نبص على البار جراف او تبص هنا ممكن اطلع الانصر من هنا او من هنا لو بصت هنا اشوف النمبر الكبير اللي هو السمر ولو بصت هنا ابص مين هو الباري الكبير الباري الكبير اللي هو ده عندي مين؟ عندي السمر يبقى الانصر بتاعتنا السمر طيب اللي بعد كده بيقول لي مين هو السيزن اللي محدش بيحبه كتير؟ اه ممكن نبص هنا على الباردة ده اقل بارة هو يعني مش لازم اطلع حتى بالصفحة بتاعت انا شايفه 2 اروح ابص على اسمه ولا اسمه الاسبرينج يبقى اكتب هنا الاسبرينج بعد كده بيقول لي هاو مين استودنس ديت فوت ان توتل يعني عدد الاستودنس كلهم قد ايه؟ نجيبها من هنا اسهل ولا من هنا؟ لا متاليس اسهل عندي 4 و 2 و 8 و 6 نعمل لهم بلاس 8 و 2 يدوني 10 وال6 و 40 دوني 10 يبقى انا عندي 10 بلاس مين؟ بلاس 10 اللي هي كام؟ اللي هي 20 يبقى هنا 20 يلا حبايبي نشوف مع بعضين اخر اكسرسايز بيقول لي يعني التالي ده التالي ده موجود فيه العلامات اللي بتوضح كام طالب بيحب السبجيكت ديت بيقول لي يعني نعد عدد الاستودنس قدام كل سبجيكت طيب ناخد بالنا يا اولاد ان التابل لازم يكون ليه تايتل التايتل هنا اسمه ايه؟ الفيفورت سبجيكت ما نعملش التابل وخلاص لازم نعرف العنوان بتاعه عشان اعرف انا حبص اشوف ايه طيب هنا السبجيكت الساينس قدامها كام علامة هو بيقول لي كاونت التاليز يلا نعدهم ينفع نقول 1 2 3 4 كده 5؟ طب انا عارف ان دول كلهم 5 يبقى 5 و 5 10 واناظر 5 15 واناظر 5 20 25 30 يبقى ما نلاقي باندل كده او مجموعة متجمع مع بعض اروح على طول قعدهم ب 5 بتسهل عليك كاونت يبقى كلهم كام؟ كلهم 30 طيب نبص هنا الارابيك عندي هنا 5 واناظر 5 يبقى كام؟ يبقى 10 نجي هنا نشوف الماسي ماتكس في عندي 5 اناذر 5 اناذر 5 اناذر 5 اناذر 5 يبقى نعدهم كلهم يطلعوا 20 طيب هنا الانجليش الانجليش او كله زي مين؟ في عندي 5 زيادة يبقى ازود 5 على 30 يديني 35 طيب بالنسبة للسوشيال كام واحد من السوشيال يحبوا السوشيال 5 واناظر 5 يبقى كام؟ يبقى 10 يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده عديت التلز وكتبت الايه؟ كتبت النظر نجي نشوف نجاوب عليك قويتشينز هنختار الايه؟ الاسكال طيب هو هنا سيبلي ان انا اختار الايه؟ انا عشان اختار الايه؟ انا هنعمل ايه؟ هنعملها بالبارجراف طبعا انا هكتب هنا في ال اكس اكسس هكتب اسماء السوبجيكت اللي انا عايز اعبر عنها وهنا هكتب النامبر كام واحد اختار لو انا يا اولاد اخترت هنا واين وثوة وثري وثورة وثورة وايه سيكس سيفن ايت ناين وهنا تاني طب انا عندي مبص هنا في النامبرز اللي عندي انا عندي فيه لحد السيرتي يبقى معنى كده مش هعرف هاوصل لحد السيرتي يبقى نعمل ايه؟ يبقى ماينفعش نختار الاسكال بالمنظر ده ثم انا اعمل ايه؟ نأخذهم مثلا هنسكيب كاونتينج باي تو نخلي هنا زيرو هنا تو هنا فور هنا سيكس هنا ايت تين تويلف فورتين سكستين ايتين توينتي برضو اللي سكيل موصلش معي لحد ايه لحد السيرتي لان عندي كمان سيرتي فايف طيب اعمل ايه طب يلا نجرب مسلا ناخدهم بالفايف يعني ايه ناخدهم بالفايف يعني ناخدهم بالفايف يعني نعمل سكيب كاونتينج باي فايف يعني نبدأ مثلا بالزيرو وبعد كده ناخد الفايف وبعد كده ناخد تين لما نقاد فايف على التين تفتين توينتي توينتي فايف سيرتي سيرتي فايف فورتي اه يبقى انا كده قدرت اوصل للا ايه للسيرتي فايف اللي هي اكبر حاجة عندي في التالستين يبقى لما نلاقي عند النمبرز كبيرة لازم اعمل ايه اللي سكيب كاونتينج بالنمبرز لازم امشي ستيب كبيرة يعني ما نقولش زيرو وان تو سري لا اقول زيرو فايف تين ففتين طب لو لقيت هندرد يبقى ممكن نمشي زيرو تين توينتي سيرتي فورتي عشان السكيب اقدر ارسم عليه طيب نيجي نشوف الساينس الساينس في عندي كم واحد في عندي سيرتي يبقى اجينا لحد السيرتي اطلع لحد السيرتي السيرتي فين السيرتي هين ونعمل كسا طيب الارابيك كم واحد كان عندي بيحب الارابيك نطلع فوق كده نلاقي تين يبقى نيجي لحد التين كده ونلون دول بس طيب الماسيماتيك كم واحد اجي هنا اجي هم توينتي اجي عند التونتي كده ونعلم وبعد كده نلون دول بعد كده الانجلش في كم واحد في الانجلش بيحبوه عندي سيرتي فيف اكتر ناس بتحب الانجلش طيب انا عندي هنا اجي عند السيرتي فيف اهي واقوم ملون كده بعد كده عندي ايه عندي السوشيال في عندي كم استيود انت بيحب السوشيال في عندي تين يبقى اجي عند التين هنا كده وهو ده الطب بتاع البار ونعلم ايه اللي حصل اللي حصل ان انا كده قدرت التالي ستيبل اعملهم بالايه بالبار وناخد بالنا لما يكون عندي الاعداد كبيرة اللي ستيبل لازم اعمل اسكيب كاونتنج بنمبرز كبيرة طيب نيجي نشوف السؤال ده يقولي ماذا سيحدث لو استعملت السوشيال عن طريق الايه عن طريق الايه عن طريق الايه ودي احنا جربناها السوشيال مش هيكفي ليه لان البار هيبقى كبير قوي يبقى ايه اللي حيحصل يبقى زبار بار لينس يعني الطول بتاع البار بي حيبقى بري هاي يعني اللي لينس بتاع البار هيبقى بري هاي وي كودنت درو ايه وميش هنعرف نرسله وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا لسون تو لسون جميل جدا اتعلمنا فيه ازاي نعمل التالي ستيبل والتالي ستيبل ده زا ما احنا شوفنا ممكن نحوله لبار اتشارت عايزين نذاكر الدروس بتاعتنا اول باول عشان نبقى شطار ومتفوقي وبالتوفيق لكم ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة